مرحبا بكم إلى تمرين جديد بعد أن أتقنت الحروف الإنجليزية وتأكدت أنك تعرف أن تنطق كل حرف اللغة الإنجليزية وتعرف الفرق ما بين نطق الحرف واسم الحرف فقد يكون نطق الحرف يختلف عن اسم الحرف اسم الحرف مختلف مثل الحرف مثلا X مثل الحرف Z مثل الحرف H ولكن عندما تقرأه في أو تنطقه في كلمة قد يكون النطق مختلف مثل كلمة HOT أو HAT هنا ال H اسم الحرف H ولكن نطق مثل ال H فلذلك عليك أن تعرف الفرق ما بين اسم الحرف ونطق الحرف اليوم سأعطيك بعض الكلمات كتدريب وتمرين على التأكد يعني نتأكد جميعا وأنت تتأكد أنك تعرف تقرأ الكلمات أريدك أن تقرأ الكلمات التي ستظهر أمامك اخترت لك مجموعة من الكلمات التي المفروض أنك بعد أن عرفت الحروف أن تعرف أن تقرأها ولو حتى بنسبة 80% إذا استطاع أن تقرأ 80% من هذه الكلمات فجيد جدا حاول أن تقرأ هذه الكلمة سأعطيك ثلاث إلى أربع ثواني حتى تحاول أن تقرأها ثم سأقرأها أنا ثم قارن بين قراءتك ونطقك الكلمة ونطقي أنا للكلمة هذه الكلمة تنطق بول بول وإذا استغربت وقلت لماذا وأنا درست معك الحرف A أنه مثل المفتوح مثل الألف فأخذ هذه المعلومة أن الـ A إذا جاء بعد LL بعده LL فسينطق دائما مضموم مثل كلمة بول وكول جميل هذه معلومة جديدة ماذا عن هذه الكلمة؟ هل تعرف كيف تنطق هذه الكلمة؟ هذه الكلمة تنطق بيبي 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 ماذا عن هذه الكلمة؟ هل تعرف كيف تنطق هذه الكلمة؟ هيبو 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 جميل وهذه الكلمة هل تعرف أن تقرأها؟ صحيح الذي نطقها فاميلي صحيح فاميلي 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 وهذه الكلمة كيف يمكنك أن تقرأ هذه الكلمة؟ انظر إليها جيدا وحاول أن تقرأها وإذا نطقتها ومن فنطقت صحيح ومن 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 حسنا وهذه الكلمة هل تعرف كيف تقرأها؟ سناك 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 اقرأ هذه الكلمة اقرأ هذه الكلمة جب 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 وهذه الكلمة بلاك 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 حسنا وماذا عن هذه الكلمة؟ فوت 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 حسنا وهذه الكلمة جب حاول أن تقرأها أنا أعطيك الفرصة كم وليست كم صحيح أن الأو ينطق أو ولكنه في أغلب الأحيان إذا وجدت الأو فافتحوا يعني مثل الفتحة كم 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 وهذه الكلمة؟ ها؟ صحيح جرين 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 هذه الكلمة كيف تقرأها؟ جاست 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 أحسنت هذه الكلمة مشهورة جدا في اللغة الإنجليزية كيف تقرأها؟ بلاي 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 مع خروج هواء من أشهر الكلمات في اللغة الإنجليزية هذه الكلمة إز 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 وأيضا هذه الكلمة كيف تقرأها؟ ها؟ 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 وماذا عن هذه الكلمة المشهورة جدا؟ ها؟ 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 بسيطة نعم بسيطة نعم بسيطة هذه الكلمة تنطق؟ ويل 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 هذه الكلمة كيف تقرأها؟ أحسنت ها؟ ه spreading ها؟ ز وماذا عن هذه الكلمة المشهورة أيضا؟ ها؟ هاز من قاله هز خطأ هاز هاز وهذه الكلمة؟ فلاي 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 وهذه الكلمة ميك 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 الكلمة هذه حاول أن تنطقها ساد 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 وهذه الكلمة بسيطة واكس 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 هذه الكلمة لامب 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 ماذا عن هذه الكلمة هابي 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 وهذه الكلمة هل تعرف هابي 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 وهذه الكلمة هابي ولها نطقين بالبريطاني والأمريكي ووز 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 أو ووز كلهما صحيح هذه الكلمة تايبل 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 هل تستطيع أن تنطق هذه الكلمة؟ زون 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 وهذه الكلمة كوارتر 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 حقيقة أن هذا تدريب رائع جدا إذا أنت استفدت منه النصيحة لك إن كان هناك أخطاء أن تعيد مشاهدة الفيديو وتحاول أن تقرأ وكيس الفرق ما بين نطقك في السابق ونطقك في الوقت الحالي والذي يقول ما زلت أنا حقيقة عندي أخطاء كثيرة إذن ما زال عندك مشكلة في الحروف إرجع للحروف إرجع للحروف الدرس الحروف تأكد أنك أتقنت الحروف وتستطيع أن تعرف الحرف مجرد أن تراه تعرف كيف تنطقه مباشرة وتعرف الفرق بين اسمه اسمه H ولكن ينطق H اسمه C ولكن ينطق K اسمه كذا ونطقه كذا كل هذا مهم جدا لتأسيسك في الحروف وبعد ذلك الخطوات التالية ستكون مهمة جدا لبداية قراءة أي كلمة باللغة الإنجليزية وكذلك الحروف التي تنطق بشكل عجيب ومختلف شكرا لكم وإلى مقطع قادم Good luck